اشتركوا في القناة حين ادعت جمعيات استيطانية ملكيتها للحي وتطورت الاحداث بعد ذلك الى قضية تنظرها محاكم الاحتلال الذي طرد بالفعل ثلاث عائلات من سكان الحي خلال سنتي 2008 و2009 واليوم يأتي دور باقي العائلات التي يسعى الاحتلال لتهجيرها من اصل 28 عائلة تسكن في منطقة كرم الجعاني بحي الشيخ جراح اصحاب المنازل المهددة بالاخلاء في الحي يؤكدون ان الامر جزء لا يتجزأ من قضية القدس وفلسطين بصفة عامة فيما يعانيه اهالي الشيخ جراح يعاني منه ايضا اهالي بلدة سلوان واحياء وادي الربابة والبستان ووادي الجوز وما يطلق عليه الاحتلال منطقة الحوض المقدس التي تحيط بكامل البلدة القديمة من القدس وهي المناطق التي يسعى الاحتلال الى الاستلاء عليها في سياق مشاريعه لتهويد القدس وعلى الرغم من مرور اكثر من اربعة عقود على القضية الا ان محاكم الاحتلال لم تناقش ملكية الارض بل اكتفت بوثيقة لا اصل لها تقدمت بها الجمعيات الاستيطانية بينما تجاهلت ما قدمه الفلسطينيون من وثائق تثبت حقهم في ملكية ارضهم ومنازلهم ما يؤكد بحسب سكان الحي انهم يواجهون الخصومة ليس من المستوطنين ومحاميهم وانما من جانب القاضي الذي هو بالاساس مستوطن صهيوني وامام هذا التعصف الصهيوني والتجاهل الدولي فان سكان المقدسيين لا يرون بارقة امل تنقذ الحي وسكانه سوى بمحاولة التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية علها تعيد لهم حقهم في وطنهم المسلوب